تسببت إجازات الاستثمار التي جاءت لحل مشكلة السكن بتفاقم أزمة السكن في كربلاء المقدسة إذ اقتصرت المئات من هذه المشاريع على المثرفين وأصحاب الدخل العالي نظراً لأسعارها الباهضة مئتا ألف دولار هو السقف الأدنى للحصول على دار سكنية في أبسط المجمعات السكنية الاستثمارية بمحافظة كربلاء المقدسة منح إجازات استثمارية جاء لحل أزمة السكن في المدينة ولكن النتائج ذهبت بعيداً عن التوقعات وتسببت بأزمة يعني من سمعنا بهذه المجمعات كمان علن عنها سمعنا أنه هي راح تحل أزمة السكن في كربلاء لكن اليوم احنا انصدمنا بعد ما انعلن عن هذه المجمعات السكنية وباشرة وبناءها انصدمنا بالأسعار يعني أقل وحدة سكنية ما يقارب سعرها 250 إلى 300 مليون وصعوداً لحد الـ 600 و700 مليون توصل يعني احنا بهذا الموضوع وبهاي الغلاوة من الأسعار الشهر راح نحل أزمة السكن في كربلاء اليوم الأزمة تتلخص بأن المئات من المشاريع الاستثمارية أضحت واجهة للتجارة والمنافسة في فرض أسعار بعيدة عن الواقع ومبالغاً بها بحسب مراقبين حتى تحولت أولوية السكن إلى حلم بعيد عن يوميات الكربلائيين المشاريع الاستثمارية السكنية هو حل أزمة السكن في البلد وتوفير سكن ملائم للي ما عدهم سكن لكن اللي دي يصير أن المشاريع الاستثمارية اليوم السكنية دي تنباع بأسعار باهظة لا يستطيع شراها الفقير واللي ما عنده وحدة سكن فقط للمترفين اللي دي يسكنون في هذه المناطق والسبب طبعاً معروف أن الشركات الاستثمارية لم تلتزم بالقوانين الموضوعة وبدأت تلتف على القانون من خلال بيعها لهذه الوحدات السكنية لشخص أو شخصين وبعدها يقومون هذولا الأشخاص اللي هم أصلاً ما دافعين فلوس ببيعهم بأسعار أخرى وتنافسية في السوق وبالتالي رأي حرم المواطن من الحصول على الفرصة لهيئة الهيالة الحكومة على الحكومة وهيئة النزاهة أن تضع حد أن تكون مثلاً البيع لهذه الوحدات السكنية لشخص واحد وليس يعني كل وحدة تنباع على شخص معين واحد لا تنباع مثلاً 50 وحدة 60 وحدة لشخص واحد وبالتالي راح تكون محط تجارة قرابة 750 مشروعاً بينها مشاريع استثمارية سكنية كانت من المؤمل مع بداية انطلاقها أن تشهد كربلاء تراجعاً في أسعار العقارات وزيادة في معدلات الخدمات بناء على تقديرات حكومية هدفها النهوض بقطاع السكن وسوق العقار في المدينة هذه الاستثمارات دايج المستثمارك وتسهيلات إلى أرض بلاش إعفاق قمرقي وضريبي وغيرها وهذه التسهيلات كلها موجودة للأسف الشديد للأسف الشديد هاي مشكلة بدنا نتخلص من عده أنه هناك جشع واستغلال من قبل المستثماريين شنون؟ هذا الجشع والاستغلال ومن ناحية أنه أقل أقل وحدة سكنية بهذه المجمعات هي 300 إلى 400 إلى 500 مليون يعني نادراً ما تقالك مجمع سكني بيع لك 200 مليون هاي نادراً من كربلاء المقدسة ماثر طالب قناة الرابعة